خلينا بقى نبدأ دلبيت ونروح للأجواء الكروية والنهاردة اليوم التاني للراحة اللي منحب طبعاً باتسو الموسماني للعيبة عبت الأهلي بعد التعادل اللي كان مع الهلال السوداني صفر صفر طبعاً في السودان ونسكتين كانت مش متوقعة نتيجة دي ناس كانت متوقعة نتائج مختلفة لكن احنا قلنا مفيش حاجة في كرة القدم متوقعة ومفيش حاجة مضمونة هنتكلم على كل حال بقى بداية من غداً الاثنين هتبدأ الاستعدادات للقاء الأقوى في المجموعة زي ما حضراتكم عارفين وستان داونز بطل جنوب أفريقيا واللي حيقام يوم السبت 16 فبراير طيب الحقيقة اللي احنا عايزين برضو نتكلم فيه هو أهمية المرحلة القادمة لفريق الكرة بشكل خاص يعني نتكلم هنا خصوصاً عندنا تحديات قوية جداً عندنا وقت برضو مضغوط كل ما بنخلص بنقول ممكن الوقت اللي جاي أفضل لا بيبقى وقت مضغوط أكتر كمان من اللي قابليه عندنا خلاص يعني احنا ما بين الدوري وكمان مطش الكاس مع المصري بالسلوم زي ما حضراتكم برضو عارفين واللي حيكون خلال الفترة برضو التوقف الدول يا كريم للمنتخب استعداداً لمباراة السنغال الفاص في تصفيات المونديال يعني مطشط الأهلي في العمومة في أفريقيا مع سانداونز وبعدين المريخ في القاهرة وبعدين سانداونز يوم 11 مارس ده كل ده بالأرقام في جنوب أفريقيا يعني جايين في توقيت أكيد صعب جداً يعني نتيجة الإجهاد واللي بيتعرض اللعيبة والفريق والفترة الأخيرة كمان خصوصاً بتكلم لعيبة الدوليين اللي بجد بدلوا مجهود كبير قوي وبين برضو على الملعب يعني بين على الملعب المجهود المبذول وده برض بيبقى ليه انعكاسات سلبية وانعكاسات إيجاب لكن السلبي كان باين فعلى كل حال لسه قدامنا السكة طويلة جداً رحلتنا لسه برضو طويلة ربنا يوفقهم بس لازم نبقى برضو الصورة يا كريم شايفينها بشكل سليم لأن لأ فيه إجهادات فيه إجهادات فيه صعوبات فيه صعوبات فيه ضغطات فيه ضغطات هل الدغطات دي فترة اللي جاية كمان حتقل لأ مش هتقلت دي ربما حتزيد فده الوضع بس اللي احنا حبينا برضو يبقى بمنتغة الشفافية فاهمينه على الأقل يعني طبع وفي وسط اللي انت بت الكلمة عليه ده كلنا لاحظنا أن في الفترة الأخيرة كان فيه يعني شوية رسائل كده فيها شيء من الانتقاد للعيبة والجهاز الفني بالمناسبة لازم كلنا ناخد في الاعتبار أن احنا يدوب لسه من كم يوم كنا أبطال البرونزية وحققنا إنجاز كبير جداً بالفوز على بطل أسيا الهلال الزعيم بنتيجة تقيلة كمان أربع صفر ولو كانت الأمور طبيعية كان سكور حيختلف عن كده ولو كانت النتيجة يعني الأمور طبيعية كنا زماننا بنلعب أو لعبنا يعني تشلسي في النهائي لو كنا ف يعني في حاجات كتيرة جداً قدرية حنسميها أن هي حاجات قدرية الغريب أن أنا شفت أن بعض التعليقات هي مش كتير الحقيقة يعني قليلة نسبياً ولكن يعني مش منطقية كلها حوالين أداء الفريق في مباراة الهلال السوداني اللي لعبناها أول إمبارح يا أخوانا مباراة زي دي مع خصم قوي زي ده وقبلها حالة شد وجذب على السوشيال ميديا ونطلع بالتعادل ويمكن كمان في آخر دقيقة في المباراة كلنا ممكن جداً نسجل هدف ده غير إن المنافس يعني برضو تقريباً تقريباً ما راحش على مرمى علي لطفي غير على استحياء فكرتين مش أكتر يبقى برافو الجهاز الفني وبرافو اللعيبة يعني الحقيقة كل مرة بندخل بطولة بيكون عندنا على الأقل مباراة واحدة مع أرابة حبتين مع أصلاجة معانا لكن برضو غالباً ده اللي بيحصل غالباً في كل مرة برضو بنكمل وبنتأهل وبنوصل للمشوار أو لنهاية المشوار في كل مرة أتمنى أن احنا نواصل مسندتنا للعيبة والجهاز الفني خصوصاً في المرحلة اللي احنا فيها دي وإحنا هنا بشكل أو بآخر ده جزء من دورنا المهم في برنامج عشر الصبح في الأهلي وإن احنا ندعم كل ما هو أهلاوي لأنه ما فيش أجمل من أن الأهلي هو بطل الكرة المصرية والأفريقية بالأرقام مش بالكلام أنا بتفق معاك يا كريم ده حقيقي احنا بنتكلم أكيد عن بطل الأفريقية أخر نسختين بطل السوبر الأفريقية أخر نسختين وفي نفس الكلام طبعاً يعني زي ما قلت من شوية ثالث العالم ودي حاجة ما هيش قليلة